السؤال الثاني ما هي العلاقة بين النفس والروح عند الإنسان؟ النفس وتفاصيله وتفاصيلها المراد التي ذكرت بالقرآن والروايات كثيرة نأخذ مثلا منها إن صح من عرف نفسه فقد عرف ربه الروح ما هي علاقتها بتلك النفس؟ وما هي حقيقة الروح لدى الإنسان؟ وهل لها علاقة بالعقيدة أو التشريع أو غيرها؟ ممكن توضيح وشرح لهذه العلاقة الإنسان يتألف من جزئين من روح وجسد ولا توجد نفس بشكل منفصل لذا فإن الروح حين تخرج من الجسد لا يبقى إلا الجسد خرجت الروح من الجسد خرجت الروح من الجسد لا يبقى إلا الجسد يبقى جثة هامدة خرجت الروح إذن أين هي النفس؟ النفس هي العلاقة من التمازج بين الروح والجسد هناك علاقة تنشأ بين الروح والجسد هذه العلاقة الناشئة هي هذه النفس لا وجود للنفس بنحو مستقل ولذا في كتب الفلسفة حينما يتحدثون عن النفس يقولون من أنها وجود حرفي وجود نسبي وجود رابط حينما ترتبط الروح بالجسد تتولد النفس أما هذا الحديث من عرف نفسه فقد عرف ربه فإنه لا يتحدث عن النفس المتولدة من ارتباط الروح بالجسد من عرف نفسه من عرف ذاته هذا هو المراد من عرف نفسه من عرف ذاته وذات الإنسان هي التي يعبر عنها الإنسان حينما يتكلم عن نفسه بالأنا حينما أقول أنا وأنت حينما تقول أنا وحينما أقول لك أنت ما هي الأنتية والأنا بمعنى واحد لكن الأنا للمتكلم وأنت للمخاطب فالأنا والأنتية بمعنى واحد حين أقول أنا أنت حينما تقول أنا ماذا تستشعر إنك تعبر عن ذاتك التي هي جسد وروح ونفس ما بين الجسد والروح من عرف نفسه من عرف ذاته وليس المراد النفس التي هي وليدة بسبب العلاقة بين الجسد والروح أقرب لك المعنى المعنى الروح الروح قدرة نورية معنوية حينما أقول معنوية لا أنفي السنخية المادية التي من جنسها الروح لها مادتها التي تناشب تكوينها والروح يمكن أن ترى في ظرف معين في حالة معينة يمكن أن ترى الأرواح وفي أحاديث أهل البيت فإن الأرواح تحيط بالأبدان كالكلل والكلل في الغالب يكون لونها الأبيض منذ قديم الزمان الكلة هي هذه التي توضع غطاء على الأسرة على أماكن النوم مثلا في قصور الملوك في قصور السلاطين أماكن نومهم أسرتهم توضع عليها الكلل الكلل الأبيات المشهورة والمعروفة والمروية عن إمامنا الهادي التي قالها في محضر المتوكل حينما جاءوا به ليلا إلى المتوكل وعرض عليه أن يشرب الخمر ورفض الإمام قال أنشدني شعرا المتوكل كان يريد شعرا غنائيا شعرا في الغزل فماذا أنشد إمامنا الهادي باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال غلب الرجال إنهم الرجال الفرسان الأقويا باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل واستنزلوا بعد عز من معاقلهم فأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا ناداهم صارخ من بعد ما قبروا أين الأسرة والتيجان والكلل أين الأسرة والتيجان والكلل إلى آخر الأبيات المعروفة فأفصح القبر عنهم حين ساءلهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل ناداهم صارخ من بعد ما قبروا أين الأسرة أسرة الملوك والصلاطين أين الأسرة والتيجان والكلل ومن الملوك من يضع الكلل على عرشه وهو جالس على عرشه وعلى عرشه كلة الكلل في الغالب لونها الأبيض في الغالب الأحاديث الأحاديث هكذا تقول من أن الأرواح تحيط بالأبدان كالكلل لأن الكلل تحيط بالأبدان أثناء النوم وهي شفافة كأنها أثيرية كأنها جسم من الأجسام الأثيرية إن صح التشبيه فالروح لها مادتها التي تناسبها الروح هي مركز العقل وهي مركز الإدراك بكل درجاته وهي مركز الوجدان وهي مركز الفطرة والضمير إدراك الإنسان كله في روحه وحينما ترتبط الروح بالجسد يضعف إدراكها إذا ما انفكت عن الجسد فإن ذكاءها سيزداد ويزداد وذاكرتها ستكون قوية جدا وانتباهها سيكون خارقا قدرة الإدراك الفائق تتوفر في الروح حينما تمازج الجسد القدرة العقلية في الروح تتجسد في الدماغ الدماغ يمثل جسد العقل الذي هو في الروح والوجدان يتجسد في القلب في القلب الجسدي الذي هو مركز العاطفة سلبا أو إيجابا وهكذا الضمير وهكذا سائر القدرات الإدراكية فيما بين الروح والجسد لأن الجسد لوحده لا يستطيع أن يتواصل مع العالم بأية لغة إنه جسد والروح لا تستطيع أن تتواصل مع العالم الذي كله حس ومادة فهناك في هذا العالم ما هو حسي وهناك ما هو معنوي فلابد من وجود برزخي ما بين المادي المحسوس والمعنوي تنشأ النفس إنها العلاقة المتولدة ما بين تمازج الجسدي والروح الشهوات لا هي في الجسد ولا هي في الروح حينما تنفصل الروح عن الجسد تنتفي الشهوات لأن الجسد لا توجد فيه شهوات ولأن الروح لا توجد فيها شهوات وإنما الشهوات والرغبات والمطامع والمطامح هي في النفس في هذه العلاقة المتولدة ما بين الجسد والروح هناك جهاز الكمبيوتر هذا هو الجسد وهناك البرنامج المشغل هذه هي الروح ما ينتج من عمل ما ينتج من ناتج حينما يشغل المشغل جهاز الكمبيوتر عبر البرنامج هذا النتاج يمثل النفس إنه حالة برزخية ما بين جهاز الكمبيوتر وما بين البرنامج المشغل جسد الإنسان هناك الروح البرنامج المشغل الإدراك العلم كل شيء في الروح وليس في الجسد الروح هي التي تشغل الجسد الإنسان هنا حينما يريد أن يفعل هذه العلاقة إنها تتفعل في النفس الشهوات المطامح المطامع الرغبات الخوف الأمن الكسل الضجر النشاط الخفة الإنبساط إلى غير ذلك كل هذه الحالات هي في النفس النفس اللوام الجسد ما هو لوام الروح ما هي لوام النفس لوام النفس الأمار النفس الجزوعة النفس 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 المطمئنة النفس الساكنة المستقرة النفس الصالحة النفس الصافية سلبا إجابا من الأوصاف للنفس إنما هو للنفس البرزخية لا يقال للجسد من أنه جسد أمار بالسوء ولا يقال للروح كذلك من أنها روح أمارة بالسوء إنها النفس الأمارة بالسوء النتاج الذي يأتي من التمازج ما بين الجسد والروح وحينما تنفك الروح عن الجسد لا تبقى النفس وهذا من أقوى الأدلة على المعاد الجسماني لأن الروح لوحدها لا توجد فيها الشهوات ولأن الجسد لوحده لا توجد فيه الشهوات الشهوات الخيرة وشهوات الشريرة ما هو الخير شهوة نفسية أيضا والشر شهوة نفسية أيضا لكن الخير شهوة رحمانية والشر شهوة شيطانية أعمال الخير شهوات شهوات خيرة وأعمال الشر شهوات شهوات شريرة ونحن نجازى على هذا لا بد من امتزاج الأرواح بالأجساد فحينما تمتزج الأرواح بالأجساد تكون النتيجة ولذا جاء هذا التعبير في سورة التكوير وإذا النفوس زوجت هذا التزاوج من أين يأتي هذه الزوجية من أين تأتي تأتي من مقارنة الأرواح بالأجساد من أوضح الأدلة على المعاذي الجسماني هو ضياع النفس بعد انفكاك الروح عن الجسد وأعمالنا مرتبطة بنفوسنا الحساب يكون وفقاً للذي حركنا ولذي قام بذلك المحرك النفوس وهذه النفوس لن تعود إلا بالتزاوج فيما بين الأرواح والأجساد كي تكون النتيجة أن تعود هذه النفوس فحينما أقول أنا إنني روح وجسد ونفس فيما بين روحي وجسدي أما الحديث من عرف نفسه فقد عرف ربه من عرف ذاته ذاته بروحه وكل ما فيها من إدراك بجسده وكل ما فيه من تركيب هندسي عجيب وبنفسه التي هي مركز النشاط الإنساني حينما تتزاوج أرواحنا مع أجسادنا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر